استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح سيسي السيد ديمتري كوبيلوزيس رئيس اتحاد شركات كوبيلوزيس اليونانية للكهرباء وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بان اللقاء تناول استعراض التعاون لتنفيذ مشروعات انتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة في مصر ونقلها الى اوروبا عبر اليونان من خلال انشاء كابل بحري للربط الكهربائي بين البلدين حيث اعرب رئيس تحادي شركات كوبيلوزيس عن تشرفه بلقاء السيد الرئيس مشيدا بما حققته مصر خلال السنوات الماضية بقيادة سيادته من انجازات في البنية الاساسية للدولة خاصة قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في مدة زمنية قياسية مؤكدا تطلعه لتنفيذ مشروعات للطاقة المتجددة على ارض مصر التي تتمتع بثراء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وكذلك الربط الكهربائي مع اليونان خاصة في اطار التحديات التي تواجه اوروبا حاليا في مجال الطاقة وقد استعرض الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء عناصر مخطط التعاون مع الجانب اليوناني لانتاج 9.5 جيجا واط من الكهرباء من طاقة الرياح والشمس في مصر ونقلها الى اوروبا عبر اليونان من خلال انشاء كابل بحري للربط الكهربائي بين البلدين وذلك بعد ان اصبحت مصر تمتلك بنية اساسية حديثة في مجال الكهرباء وفق استراتيجية وطنية متكاملة الاركان من محطات انتاج وخطوط نقل وشبكات توزيع وتحكم ضمنت استدامة تأمين الامدادات الكهربائية لكافة ربوع الدولة وكذلك فتحت افاق اقامة مشروعات الربط الاقليمي الكهربائي وقد وجه السيد الرئيس بالاسراع في بلورة التعاون المشترك مع الشركة اليونانية لإقامة مشروعات انتاج ونقل الطاقة النظيفة والذي يخدم ليس فقط مصر واليونان ولكن القارتين الافريقية والاوروبية وترسيخا لوضعية مصر كمحور ومركز اقليمي لتداول الطاقة بمختلف انواعها